اطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الخارجية المصري سامح شكري عقب استقباله بمقر رئاسة في رام الله على آخر مستجدات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة سياسيا وديبلوماسيا بهدف حشد الدعم للموقف الفلسطيني الرافض لمخطط الضم الإسرائيلي وبدوره جدد الوزير شكر التأكيد على أهمية إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة للشعب الفلسطيني وعاصمتها القدس على حدود عام 67 وفق قرارات الشرعية الدولية وأشر وزير الخارجية المصري إلى رفض مصر لأي حل أحادي الجانب يتعرض مع القانون الدولي مشددا على أن ذلك سيؤدي إلى تأجيج الصراع وزعزعة الاستقرار بالمنطقة اشتركوا في القناة